يا صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين يوم جديد يوم جميل بإذن الله مليان بالطاقة الإيجابية والأمل وكل حاجة حلوة والشمس الجميلة عمش هتكلم على كورونا عمش هقول بقى التباعد والكمامة وغسيل الإيدين خلاص حفظنا الكلام ربنا حفظنا رب خلاص وتعدي على خير بإذن الله عايز تكلم على حاجة تانية خالص عايز أرجع فاكرين فوزير نيلي كان عندها جهاز كده بتركبه وتسافر به عبر الزمن وكده نفس فكرة back to the future عايز أرجع للتمانينات عايز أرجع للجيل السبعينات اللي كبر في التمانينات اللي هو جيلي اللي احنا عايشنا أجواء كانت جميلة جدا جدا عادتنا وتقاليدنا والحاجات اللي تربينا عليها البيت الكبير لامة العائلة الانكل والطانت لما ييجوا زمان كنا منشوف انكل ده داخل أو الجد مثلا داخل ومعها كيس كده مليان كيس كده أو صابت مليان أدوية فإيه يعني عادي خلاص تعودنا على كده جيلي يوم بقى لفة الدنيا كده واحنا بقى نخش بالكيس ده بقى العادي بتاعنا الحاجات دي فبقى حاجات كنا بنشوفها ما كناش فهمنا لما جبرنا تدير نفهمها طلعنا عين أهلينا يا ما يعني ما تعملش كذا بتشربش سجار عناية وتشرب دلوقتي متحط في مواقف ان احنا بنقول لولادنا يا ابن رجع بدري يا ابن ما تشربش سجار يا ابن اعمل مش عاربية خلي بالك من صحيات نفس يعني شوفوا كما تدين تدين كل اللي عملناه في أهلينا واحنا صغارين بيطلع علينا عشر أضعف على الأقل يمكن احنا كان أهلينا يعني كان لينهم زي كده إيه هيبة يعني كنا القب كان قب كده وتحس انه احنا أبها تصغنانين يعني مهما كنا كنلعب مع ولادنا لسه بنختار لهم لعبهم وبتاع مش عارف إيه حتى لو ولادنا أكبر مننا دلوقتي أطول مننا يعني في الطول والحاجات دي كلها لكن كل يعني يمكن كل أصدقاء أنا بيقولولنا ايه كل سن وليه جماله لكن لما بنرجع نفتكر كده ونغمد كده بنوصل لدرجة نحن نشم ريحة زمان ونعيش أجواء زمان بسمع صوت المترو في مصر الجديدة أول ما الشمس ستطلع وهو معدي صوت القطبان وهو بتتراج كده لما معدي لها المترو بسمع صوت بيع الجرانين وهو بينادي أسماء الجرائد اللي بيبيعها بسمع صوت بيعت الخضار وهو بتكلم وتقول يعني بتنادي بحنجرة جميلة جدا انت يمكن بعيدة عنك يمكن محاطة تطويس ولا حاجة بس انت سامح لأن الدنيا لسه بيس هدوء خالص الصبح بتكلم بتقول ملوخية بتقول جرجير بتقول بصلغة بتقول كل أنواع الخضار اللي ربنا أسموله وبتبيعه بسمع صوت اليمام الصبح هو واقف ورا الشباك وهو بنقر كده وبيدور وبينزل الصبح يدور لسه الدنيا ما مالتش فبينزل على الرصيف يكون وقت صغير مثلا بيأكل بسكوتة وبتاع وقعت من مشوات حب كده صغير ينزل لأ اترزق سبحان الله بسمع صوت الحمام وهو بيسقف هتقولي الحمام بيسقف اه بيسقف ازاي بقى حمام لما بيطير وهو فرحان بيعلى الفوق كده وبيعمل بجناحاته كده لكنه بيسقف الظبط وبيبتدي يرجع اه ارحاته الورو بتدي ينزل لتحت الكلام ده بتبقى سامر وانا حياتك لسه الدنيا بتبقى حص خلص مش اي حاج حاجات كثيرة جميلة جدا ويمكن الاشتياء لزمان ده الجيل ده بالذات يعني سبحان الله خش على السوشيال ميديا هتلاهم كلهم بيتكلموا على اغاني التسعينات كل الناس اللي هم منجوم كبار او دلوقتي لما ابتدوا ويامت تهموه قالوا الاغاني الشبابية او مش الاغاني الشبابية انا فاكر الاجواء دي وكنا منروح المحل معين كان اي ماء الاختراع الفظيع بقى هم اختراعين الدابل داك اللي هو الكاست اللي هو فيه كاستين تحط في الشريط من هنا وتسجل سبحان الله تسجل الاغاني اللي انت عايزة على نفس الشريط ده وتاخده تحط في العربية وتمشي تعالي الصوت كده ما تدقش حد طبعا يسمع صوت عايز تريبل عالي بيز عالي كده زي الايباد مثلا الايباد وتاخده وتمشي به تمشي تسمع اغاني الاغاني اللي عادية على الشريط برضو او هو كان شريط وكان الجيمز بالنسباننا حاجات اختراع كنا منعب بانك السعادة ونلعب السلم والتعبان وكان فيه حاجات الالعاب بتاعت المنطقة كنا منحب جدا نقف على النصية بالليل في الشارع قبل ما نخش النام لكن باحترام كناش نعلي صوتنا ما كناش ندايق حد كنا منرعي جدا الجيران ما كانش في حد بيطلع من الجيران يقول لي وطي صوتك لو سمحتش ان انا تعبان كنا حاجات دي كنا منرعيها حاجات دي كنا خدناها بالفطرة بالتعليم من اهالينا الحياة حاجات كتيرة جدا 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 يعني كانت جميلة جدا والمصيف زمان غير المصيف دلوقتي زمان كنا منكتفي بالامتازة المعمورة العجمي ريحة البوري المشو على الردة الشمسية الخشب الدندورمة الحاجات الفريسكة الحاجات بتاعت الزمان اللي احنا عيشناها ولادنا يمكن ما عرفوش الحاجات دي لكن هو عشان خطرة المصيف بقى ساحل وساحل اللي هو بعد مارينة منحة تانية ده كله بقى حاجة تانية مش مش قديم يعني حاجات جديدة كلها مكتسبة مش مش حاجات اللي احنا عيشناها قبل كده لكن ده موجود وده موجود فكل واحد بقى بنقل له وعيسه فالحاجات القديمة الجميلة دي كانت كلها لها رونق خاص وحاجات جميلة نرجع تاني بقى نسيب ال back to the future ونرجع تاني حلقتنا النهاردة عندنا ان شاء الله فقرتين زي ما احنا متعودين حاجات ايجابية عشان نبتدي يومنا كده بسم الله الرحيم يوم جميل بإذن الله مليان بالطاقة الايجابية اول او فقرة من الفقرات اللي عندنا النهاردة هنتكلم عن مشروع مستقبل مصر وجهود الدولة في استصلاح الاراضي الزراعية ممكن كان الرئيس الفتاح السيسي كان افتتح مشروع مستقبل مصر المتد على مساحة 500 الف فدان وده بيجي ضمن التنمية والمشروعات الجبارة اللي احنا شغالين فيها بقى فترة طويلة وبإذن الله بتدينا والحمد لله بفضل الله بتدينا نجني سمار هذه المشروعات ولسه كمان لسه كمان بإذن للفترة اللي جانش في حاجة كتير جدا اهمية الزراعة واهمية ان احنا نستصلح اراضي ونبني مجتمعات ونشغل ناس ونفتح افاق وايدي عاملة بتلاقي شغل ليها وبيوت وقسر بتفتح وتشتغل وكل الكلام دوت مع طبعا الرقعة الصراعية عشان خطر الاكل بتاعنا ما نمتلك قوتنا محدش يجبرنا على حاجة عندنا اكلنا وعندنا حاجتنا بإذن الله هيكون ضفتي الكريمة استاذة دكتور اسمة نوفا الاستاذ الاراضي قسم الاراضي والمياه بكلية صراعات جامعة بانها هتكون معايا وتكلمني عن هذا الموضوع والفقرة التانية هنتكلم فيها على 30 يوم إحسان هي أول مبادرة عالمية بتلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لدعم اللاجئين والنازحين داخلين بالتعاون مع مفاوضات اللاجئين هتكلمني أكتر عنها دكتور هاني شمس الدين حمودة ومدير العلاقات العامة مجمع البحوث الإسلامية وهتبقى دي ممكن فقرة من الفقرات عندنا الفقرتين دولت يا رب يعجبوكو على البال ما تجيبوا كوبيت الشاي وتجهزوا كده نطلع فاصل سريع ونرجع تاني عشان نبتدي عطول حلقات يلا بي عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور مونير وليام لبيب كبير أطباء جراحة التجميل استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية